بعد دخول نظام وسائل وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية رقم 46 لعام 2022 حيز التنفيذ بدأت وزارة العدل اليوم بالعمل بنظام السوار الإلكتروني وزير العدل الدكتور أحمد الزيادات قال إن الوزارة قامت بشراء 1500 سوار إلكتروني لاستخدامها وإن النظام قابل للتوسع مستقبلا كي يستوعب 5000 سوار إذا مقتضت الحاجة إلى ذلك